بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة جزء فيه نقد قصيدة البردة للأديب البوصيري رحمه الله لعلامة عبد الله بن صديق الغماري المتوفسة 1413 نجة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله نفعنا بعلمه آمين قال رحمه الله هذه القصيدة من نظم الأديب الشعري أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري بكسة صد الصنهجي وهي من أبدع ما نظم في المديح النبوي ضم جملا من السيرات وطائفة من المعجزات والفضاء النبوية في أسلوب عذب رائق وقد أقبل الناس عليها منذ أن شاءها نظيمها إقبالا كبيرا فلا يوحص كم من شارح لها ومخمس لأبياتها ونظم على منهاجها وانتقدها كثيرون لأبيات منها رأوا فيها غلوا ومبالغة لكنهم بالغوا في الانتقاد وغلوا فيها أيضا حتى زعموا أنها تجتمل على شرك صريح وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقالة على الأبيات المنتقدة وهي في نظر أربعة وأبين ما يجاب به عنها من غير تكلف ولا تعسف أما الشرك فقد احترز عنه النظم رحم الله في قول دعم الدعات النصارى في نبيهم واحكم بما شئ تمتحن فيه واحتكم صلى الله عليه وسلم فهذا البيت ينفي الشرك عن أبيات هذه القصيدة ويجب تأويل ما أوهم الشرك عند بعض الناس وأول أبيات الأربعة قول وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه وسلم قال المنتقدون هذا يرد القرآن فإن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفادت الآية أن الله لم يخلق الدنيا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النظم صحيح وفي القرآن ما يؤيده والمنتقدون واهمون لأن الله خلق الجن والإنس لعبادته وخلق الدنيا والأخرة لأجلهم وجعل الدنيا مكانا لعبادتهم قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وجعل الأخرة مكانا للجزائهم فلولا المكلفون ما خلقت الدنيا والآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المكلفين ومن عادة العرب أن يخاطب سيد القوم بما يشترك معه القوم فيه على سبيل التكريم فصح قوله لو لا لم تخرج الدنيا من العدم لو لاه لم تخرج الدنيا لم تخرج الدنيا من العدم على قايات العرب في مخاطبة السادة والأمراء وذوي القدر العظيم وفي القرآن الكريمة آيات وجهها فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تشترك معه هي من هذا الباب وثاني الأبيات قوله وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمه صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لا شك فيه لأن الأنبياء بعضهم مع بعضا أو بعضهم مع بعضا ليس فيهم خادم ومخدوم وليس تفضل بعضهم يقتضي أن يكون المفضول خادما للفضل بلهم سواء في النبوة وفي حديث المعراج المتواتري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحي وعيسى ويوسف وموسى ورون وغيرهم حين تلقو حياه كل واحد منهم بقولي مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح وعن أبي رو تضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الحديث رأى أحمد وبدعود الصاحب من الحكم وقد أصلحت هذا البيت بقولي وقدمتك جميع الأنبياء بها وكرموك لفضل فيك من قدمي وطبعت البردة بهذا الصحيح في دبي بالإمارات العربية وإما يناسب هذا ما شاء عند كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراقة لية المعراج وجبريل صلى الله عليه وسلم أخذ بركابه وهذا غير صحيح وبخص بمقام جبريل عليه السلام وإقدام على نقص قدره والله تعالى يقول في حقه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش ماكين وطاع ثم أمين فجبريل رسول إلى الأنبياء جميعهم من هذه الآية أخذت زمخشيه في الكشف في أفضلية جبريل عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر جبريل عليه السلام ويفضله على نفسه ويقول عنه أخي جبريل وفي مسند أحمد عن حديثة في حديث الإسراء قال والله ما زايل البراقة حتى فتحت لهم أباب السماء فرائل جنة والنارة وعاد الأخلات الأجمع ثم عاد عودهم على بديمة وفي مواجهة تبرين أصلت عن نبي ليلا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق وعملوا عليه بين يديه الحديث ومن الغلوب المدمومة أيضا زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سيدة منتهى تأخر جبريل وقال لو تقدمت خطوة ان احترقتوا هذا كذب قبيح والواقع أن جبيل عيسى أم لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم تلك ليلة لحظة واحدة كان معه في سيدة منتهى وفي غيرها بل ذكر القرآن من خصاص النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبيل عيسى أم عند سيدة منتهى قال الله تعالى وقد رأاه ن 위해서 esimerkنا عن سيدة منتهى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبيل عصدها المنتهى وله ست ومئة جناح ولم يرى في صورة الى مرتين عند سيدة المنتهى مربع ومرة اولى في قوله ثم دنى فتدل فكان قابق وسين او ادنى ومن غلوي القبيح جدا ما يذكر بعض الصوفيتي ان جبيع صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحية من غلاء حجاب فيأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الحجاب مرة فاذا الذي يلقي اله الوحية هو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الذي يلقي اله الوحية هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال منك وإليك والنبي صلى الله عليه وسلم بفضائه لعادية عن هذا الكذب السخيف المؤدي لكفر بمعتقديه والعياذ بالله والثلاث أبيته قوله هي أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث العمي وهذا عند بعض الناس الشيكل وليس كذلك فإن قوله أن يضيق رسول الله جاهه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي قرينة واضحة على أن المراد ما لمن ألوذ به على أنه أراد ما لمن ألوذ به في الشفاعة لله في ذلك الموقف العظيم وهذا المعنى صحيح فإن الناس في يوم القيامة يلجون إلى آدم يشفع علام في الإراحة من طول الموقف الكربي فيعتذر ويقول نفسي ويحيل من نوح فيعتذر ويحيل من أبراهيم فيعتذر ويحيل من موسى فيعتذر ويحيل من عيسى فيحيل من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب ويسجد تحت عرش في منادى يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وقل تسمع وسل تعطى واشفع صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح والذي أراده الناظم والإصراع بالإكفار مع صية كبيرة ربما تؤدي لكفر صاحبها ومع ذلك مقد أصلحت هذا البيت بقول يا أكرم الخلق ما لمن يشفع في في أي في يعني ما لمن يشفع في سواك عند حلول الحادث العام يشفع مبنين المجهول والفق مشذاء ما لمن تقبل شفاعته في سواك وهذا توضيح لكلام النظم وليس إصلاحا له ورعب الأبيات قولوا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحي والقلم وفي هذا مبالغة لا دليل لها وإظهر أن النظم استند في الشطر الأول من البيت إلى حديث جابر رضي الله عنه أول وما خلق وهو لما خلق الله نور نبيك يا جابر وحديث طويل جاء فيه أن الله خلق من نور صلى الله عليه وسلم العرش والكرسية والملائكة وجميع المخلوقات وكذكروا بطولي بن العربي الحتمي في كتاب تلقيح الأذهان ومفتاح معلفة الإنسان ودير بكر في تاريخ المسي من تاريخ أنفس نفي صلى الله عليه وسلم في السيرة وقال السؤال في الحاوي أنه غير ثابت وتسامن قبيح بل حديث ظاهر الوضع وواضح النكار وفيه نفس صوفي حيث يذكر مقام الهيبة ومقام الخشية إلى آخر مصطلحات الصوفية والعجيب أن السيطي عزاه إلى عبد الرزاق مع أنه لا يوجد في مصنفي ولا تفسير ولا جميعه وأجب هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزوى المخطئ فركب له إسند من عبد الرزاق إلى جابر ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له فجاب رضي الله عنه بريء من رؤية هذا الحديث وعبد الرزاق لم يسمع به وأول من شهر هذا الحديث ابن العربي الحاتمي فلا أدري عن من تلقاه وهو ثقة فلابد أن أحد المتصوف المتزهيدين وضعه ومثل هذا الموضوع أيضا ما روي من طريق الهبيت عن علي رضي الله عنه مرفوعا كنت نورا بين هذا ربي قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام وحديث لو لاك ما خلقت الأفلاك وكتب وكتب المولد النبوي وكتب المولد النبوي مرأ بها هذه الموضوعات وأصبحت عقيدة رسحة في أذهان العام ورجو أن يوفق لله إلى تأليف حول المولد النبوي خال من أمرين شانئين الأحديث المكذوبة والسجع المتكلف المرضول والشطر الثاني من بيث على النظم لعل النظم استند فيه لحديث اقتصام المال الأعلى الذي روى أحمد التلميذي ونقلة صحيحه عن البقري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي اللي يتفي أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختص المال الأعلى قلت لا أدري فوضع هذا بين كتف حتى وجدت بردها في الصدر فتجل لي كل شيء عرفته الحديث وكأنه لا يفيد من دعوة النظم من أن علم اللوح والقلم بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الدعوة مبالغة ليس على هدالي وقد أصلحت هذا البيت بقوله فإن جودك في الدنيا وضرتها وفي كتابك علم اللوح والقلم ونبي صلى الله عليه وسلم أجود ولدي آدم وفي الآخرة أجودهم أيضا بمنهم الشفاعات في أمة وكتابه القرآن في علوم الأولين والآخرين ومعجزته الكبرى وكيف لاوى وكتاب أنزله الذي على مستر في السماوات والأرض وقال في حق ما فرضنا في كتابه من شيء والمقصود أن الغلوة في المتح مذمومة لقوله تعالى لا تغلو في دينكم وأيضا في النماذح النبي صلى الله عليه وسلم بأمل لم يضبط عنه يكون كذبا عليه فيدخل في وعيد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس في فضاء النبويما يتسال فيه بروات الضعيف ونحويل تعلقه بصاحب الشريعة ونبي الأمة صلى عسى من الذي حرم الكذب عليه وجعله من الكبائر العظيمة حتى قال أبو محمد الجويني والد أمام الحرمين الكفر الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فما يجرد في كتب المولد النبوي قصة المعراج من مبالغات وأغلو لا أسس له من الواقع يجب أن تحرق لألا يحرق أصحابها وقال وافي نجى أنمس الله سلامة والعافية اللهم صلي وسلم وبرك على نبي محمد بعد خلقك ورد نفسك إذا أتعرشك من ذلك الماتك لاهي نجي من كل ضيق فأنت إله نعمل لجميع عبلي في المدينة المستقرة ثم دافن في البقية وفلي والوالدية ولمشاهكم المسلمين آمين